وأرجو في قبول العمل يعني من تأليف عملي في هذا المتن هذا هو رجاؤه يرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل والنفع منها أن ينتفع الناس منها ثم غفر الزلل يعني الله سبحانه وتعالى هذه الزلات التي زللتها في حياتي وهذا إمام كبير يتكلم بهذا الكلام ألفها يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يغفر له وأن تقبل وهكذا ينبغي لكل إنسان أن يرجو أن يتقبل الله سبحانه وتعالى عمله لا أنه الآن هذا العمل متقبل وأنه سيدخل الجنة لأن الإنسان لا يعلم ما يختم له والنفع منها وأن يقصد النفع نفع الناس ينوي هذه النية أن يبين الحق وأن يزيل الباطل وأن يتبصر الناس بهذا العلم الذي يجتهد به الإنسان ثم غفر الزلل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ولا ينسى الإنسان ذنوبه ولا يعلم ما غفر الله سبحانه وتعالى وما لم يغفر فيبقى الإنسان دائما في الخوف والرجاء في حالة الخوف والرجاء